تعالوا نشوف المثال اللي بيوضح لنا أكتر وزي ما قلت لكم مذاكرة الرياضيات إنك تجاوب على مسائل كتير حل كتير بيقول لي أي من الدوال التالية تمثل دالة كسيرات الحدود تاني أنت فهمت الصورة اللي فاتت بتاع الدالة كسيرات الحدود أيوة يا منستر خلاص ألف سفر رقمه زائد ألف واحد سين زائد ألف اتنين سين قس اتنين وهكذا لغتما نوصل معكم ألف نون زائد ألف نون سين قس نون وعرفت إن هذه الدالة الدرجة بتاع حنون اللي هو أكبر قس وألفات ديت هي دي معامل السين معامل السين طيب أنا مدي لك مجموعة من الدوال والمفروض أنت تعرف مجموعة من الصور وانت تعرف دي دالة ولا مش دالة طب هنعرف منين الصورة العامة اللي لسه مديها لك أول حاجة بيقول لي دالة سين بتساوي سين تكعيب زائد سين تربيع زائد ثلاثة دالة لاحظوا معي بقى سين تكعيب المعامل بتاعها مفيش يبقى واحد سين تربيع المعامل مفيش يبقى واحد التلاتة دي المفروض سين قس كام قس صفر لإن أي عدد بعدس صفر قس صفر يساوي واحد فيها ستلاتة سين قس صفر قس صفر بساوي واحد يبقى ثلاثة بس ثلاثة في واحد بثلاثة طيب دي دالة لا مش دالة لأ 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 من واضح من شكلها إن دي ايه دالة كثيرات الحدود فاكرين ما قلتلك في بداية حلقتني ليه سمتها كسيرات الحدود طب تعالي حد كده اللي حد كده دي مكونة من كم حد مكونة من واحد سين قس ثلاثة اتنين سين قس ثلاثة بعدين ثلاثة يبقى كسيرات الحدود يعني لها أكتر من حد تمام طب نشوف واحدة كمان وانت تقول لي بقى إذا كانت دالة ولا مش دالة كسيرات الحدود ريه سين بتساوي سين تربيع زائد جزري سين زائد 8 آه جزري سين ده مش ليست دالة كسيرات الحدود طب ليه يا مستر؟ تعال كده عوض بسين بالسالب ما معنى الدالة إنك بتشيل سين وتحط قيمة تمام كده؟ طيب تعال نشيل سين وحط سالب 3 مثلا هتبقى عندك جزر سالب 3 أو جزر سالب 4 هو الجزر التربيع بالسالب ليه قيمة؟ لا يبقى زين دي ليست دالة كسيرات الحدود ليست دالة كسيرات الحدود إعرف السبب ليه؟ لأن الجزر لو كانت قيمته بالسالب خلاص يبقى كده ما لهاش قيمة طيب شوف اللي جاي دالة سين بتساوي سين وفتح قوس معناها سين زائد 1 على سين ناقص 2 تمام؟ المفروض إن سين دي بتنضرب على حدود القوس الداخلية طب 1 على سين سين في المقام عوض بأي قيمة عندك مفيش أي مشكلة خالص عندك ولكن السفر يقابلك في مشكلة لو عودت عن سين بالسفر ما أنا أقول لك في بداية التعريف الدالة إنها جميع الأعداد الحقية من حها إلى حها طيب ما السفر عدد حقيقي يا مستر يسر لو أنت شلت السين وحطت السفر هل الاسم على سفر لها معنى؟ لا الاسم على سفر خلي بالك ما تقوليش بقى لا بيساوي صفر وبيساوي يعني أقول لك خمسة على سفر ما تقوليش خمسة ولا سفر لا 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 القسمة على سفر ليس لها إيه معنى إذن دي تبقى إيه؟ لا دالة ليست كسيرات الحدود ليست كسيرات الحدود يبقى إحنا هنا عرفنا السورة العامة للدالة وعرفنا دوال كسيرات الحدود بص معي المسال التاني سجل كل الكلام دا إذا كانت دال اختصار لكلمة الدلة حيث إله حاي عن الدلة دي من أعداد الحققية إلى الأعداد الحققية فأذكر درجة الدلة في كل حال الدلة أبناء الطلب لها مجال ولها مجال مقابل ولها مدى موضوع الحلقة اللي فاتت مجال الدلة هو كل المجموعة الأولانية مجال المقابل المجموعة التانية المدى هي المسكت الثاني من الأزواج المرتبة اللي عندنا المسكت الثاني ونزود بقى في حلقتنا النهاردة إن أي دلة لها درجة بيقول لي دلة سين بتساوي 3 ناقص 2 سين إحنا اتفقنا إن الدرجة أكبر قص للمتغير اللي عندك خلي بالك مش شرط يكون متغير سين ممكن أخليه صاد أخليه عين مفيش أي مشكلة خالص بالنسبة لنا تعال نشوف أكبر قص للدرجة دي سين قص واحد اتفقنا إما يكون المعامل واحد ما بيكتبش وإما يكون القص واحد ما بيكتبش عشان تسأل نفسك برضو وتفهم وتفهم إحنا بليه بنقول كده طب نفرد إن واحد من أبنائي عمل لسين وكتب قص واحد هل كلامه بغلط لا كلامه بصح بس يبقى مش فاهم يبقى إيه مش فاهم المعامل واحد أبنائي الطلبة ما بتكتبوش يعني ما تقوليش واحد سين خلص شيل الواحد ليه طب ليه ما ما أصرش في القيمة في حاجة ما الواحد في سين الواحد في أي قيمة بنفس العدد فخلص يبقى الواحد كده ما لهش أي قيمة فأنا بشيله طب سين قص واحد معتفقنا هي خمسة قص واحد بكام بخمسة طب ستة قص واحد بستة إذن الواحد ده ما أصل ليش خلاص شيله يا جماعة يبقى المعامل واحد ما تكتبوش القص واحد ما تكتبوش بس احنا ناتفق بينما وبينבעد إن فيه واحد ولذلك أنا هنا ما سألتك على الدرجة في 3 يا ناقص 2 سين قلت لي الدرجة الأولى طبعا أنا جبتها منين الدرجة الأولى بصيت على القص بتاع السين ما قال ليه فيش قص يا مستر لا قص واحد يبقى هنا الدرجة الايه الأولى تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن